اشتركوا في القناة امتداد لمرتفع جوية السيبيري يعمل هذا المرتفع على انخفاض في درجات الحرارة درجة الحرارة تكون اقل من المعتاد في المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى اجزاء من المنطقة الشمالية درجة الحرارة تكون اقل من معدلة المثل هذا الوقت من العام ايضا تكون درجة الحرارة منخفضة خلال ساعة الليل حيث تكون في بداية العشرينية في العاصمة الرياض ومدون العشرين في العديد من المناطق في منطقة اليسيم وحائل وأجزاء منطقات حفر الباطن المنطقة الشمالية الغربية تبقى تحت أثير كتلة هوائية حارة هذه المرة إلى حارة نسبيا وأيضا تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تحديدا مرتفعة تابوك والمرتفعة المدينة المنورة حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية في تلك المناطق وربما تحت البعض زخات الأمطار الخفيفة يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد مستمرة بالتأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي أيضا مستمرة بالتأثير على منطقة تابوك والمدينة المنورة ولا يستبعد بعض التشكلات الركامية في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الثلاثة أيضا تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية تبقى درجات الحرارة أيضا مرتفعة هذه المرة في المنطقة الشمالية الغربية وسواحل البحر الأحمر حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي فوق مرتفعة تابوكو المدينة المنورة واجهة من منطقة الجنوبية الغربية يوم الأربعاء أيضا تستمر درجة الحرارة أقل من معدلتها لمثل هذا الوقت من العام في نفس المناطق في المنطقة الشرقية والوسطى واجهة من منطقة الشمالية لكن درجة الحرارة الليلية هذه المرة ستعرف المزيد من الانتفاض درجة الحرارة في العاصمة الرياض ليلا تسجل 18 درجة مئوية فقط مما يستدعي لبس ملابس خريفية أكثر دفئا بينما تستمر حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي فوق مرتفعة تابوك والمدينة المنورة واجهة من المنطقة الجنوبية الغربية يوم الخميس ترتفع قليلا درجة الحرارة لكن تبقى أقل من معدلتها المثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي مستوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية درجة الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية الغربية لتكون حول معدلتها المثل هذا الوقت من العام يوم الجمعة بمن الله أيضا لا تغير الحالة الجوية درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في الشرق ووسط وشمال البلاد حالة ضعيفة من عدم استقرار الجو المتوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية ودرجات الحرارة تكون حاول معدلاتها على سواحل البحر الأحمر بهذا من هنا شرطنا إلى اللقاء شكرا